السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طعب جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعينا الكرام في فضيحة جديدة لقناة الجزائر الدولية هذه القناة التي كان يروج لها عام جيد حاشكم والنظام العسكري في الجزائر على أنها سوف تكون قناة جزائرية دولية احترافية سوف تنافس منابر صحفية عالمية لكن منذ إطلاق هذه القناة متابعينا الكرام والفضائح تتوالى الفضيحة الكبرى والتي كنت قد قمت بالتغطية في هذه القناة الفضيحة ليست متعلقة بالمغاربة والمغرب وإنما متعلقة أيضا بشخصي أنا متعلقة بالمحتوى ديال هذه القناة متعلقة بقناة أنا ستوب إذ عامدت هذه القناة وكما تتذكرون إلى سرقة أحد المحتويات التي أقوم بإنتاجها منذ سنوات عديدة وأنا أنتج هذه الرسومات تلاتية الأبعاد التي هي عبارة عن محاكاة تلاتية الأبعاد لعمليات عسكرية وكنت أنشر هذا المحتوى في القناة قبل أن أدخل في المواضيع السياسية والمواضيع المتعلقة بالوحدة الترابية المغربية هذه القناة المتابعين الكرام سرقت هذه المشاهد من هذه الرسومات التي أنتجها شخصيا ونشرتها على أنها مشاهد لقصف الشاحنات الجزائرية مشاهد لقصف الشاحنات الجزائرية وراءكم تبعتم معي هذه الفضيحة وتبعتم معي هذه المصيبة الكحلال التي نوقع فيها أو قاعدت فيها هذه القناة التي تسمى قناة الجزائر الدولية الآن ترون تعظيم فضيحة جديدة ترون معزلة جديدة hörت هذا القناة قال لك يومًا هذا القناة تعمل الذي تدرس بالرسم على ما سمته يومًا بمغاربة موجودة في زريبة الكابرانات وحاولت الترويج لأن هؤلاء هروا من المغاربة في زfendim لنستش excellent لا حليب لا سميد لا أبسط مقاومات العيش هربوا من المغرب باش يمشيوا عند الهراءات والعربدة ديال عم جيد حاشاكم فشوفوا معي المنطق ديال الفقاقير لكن الفضيحة مش هنا متابعين الكرام الفضيحة هو الفيلم الدحدوحي اللي حاول يديره هو المسرحية سيئة الإخراج المسرحية المضحكة الغبية التي لا تنطلي سوى على زريبة الفقاقير لا تنطلي سوى على المستحمرين من الجزائريين الذين يصدقون كل شيء يصدر من زريبة الكبرانات فغدا نخليكم تشوفوا هذا الفيديو متابعين الكرام ولنذكر هذا الفيديو في حقيقة الأمر هو يذكرونه بدلك المشهد ديال ولاية زاقورة تذكروا هذا الفيديو ديال ولاية زاقورة غدا نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ونرجع لكم محاية احنا تعلمنا هذا الشيء ما عند الجزائريين هذا الدرس قطايف بالجوز والقرفة أنا أحمد من المغرب 42 سنة من ولاية زاقورة من ولاية زاقورة من ولاية زاقورة من ولاية زاقورة إذن هذا الفيديو متابعين الكرام وهو فيديو قديم شوية هذه قناة الجزائري ديال طبع جابت واحد جزائري باش تدعي على أنه مغربي ومن الجهل ديال هاد الجزائري على أنه لا يعرف على أن في المغرب ما فيهاش ولايات سام كل خين المتحك فيه نعم المتحك هنا ووقع لكم ولايات زاقورة ولايات زاقورة من جبال الله أعلم من طاحة علي الله أعلم هنا في كبال فيلم سيء الإخراج لكن غادي نمشي ونشوفوا لواحد شخص آخر جابتوا هات قناة الجزائر الدولية اللي معروف عليها الكاذب والصرقة والتزوير جابت شخص يدعي على أنه مغربي في حين على أن اللهجة دياله لا تشبه المغاربة لا من قرابين ولا من بعيد لا تشبه حتى الناس دياله حتى الناس دياله اللي عندهم لهجاق قريبا أو علما لزريبة الفقاقير ما كتشبهش لهم في طريقة الحديث هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هاد المكلخين ديالكابرانات مجددا بشوجبوا واحد فقروري كارغولي باش يدروا هاد المسرحية سيئات الإخراج على شاكلات الفيديو اللي شفتوه الآن اللي هو ديال ولايات زاقورة غدا نخليكم تشوفوا هاد المهزة لمتابعينا الكرام وأراكم في فيديو قادم الشاب ميلود هذا الأربعيني الذي فضل ترك العيش في المغرب والهجرة إلى الجزائر مدركا مبكرا أن الظروف في المملكة المغربية غير مواتية لعيش كريم فقرر حينها المغادرة إلى أين يجد ظالته والظلة بالنسبة له الجزائر موسيقى موسيقى داني معها للدار قعدت معها في الدار كيلي قعدت معها في الدار كبرت اللي حيه هكا والليت كي شغل كي دارنا كي دارنا كي دارنا تعيش نتلقى مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا أدرك ميلود أن الجزائر هي أرض المستقر لما وجد فيها من مؤهلات وراحة لم يجدها في المغرب فقرر حينها التأسيس لأسمى العلاقات الزواج من جزائرية زواج دووجت دميلة زووجت بالزازيريا وصقاريت وشريت سكينة لولا لولا كتغيكاري لولا كريت ترجمة نانسي قنقر